يعد المعلم حجر الزاوية في العملية التعليمية والتربوية، ومن دون الاهتمام به لا يمكن أن ينشأ جيل متسلح بالعلم. ونظراً لما وصلت إليه أوضاع المعلمين في اليمن من ضياع للحقوق ونقص في الكثير من مستحقاتهم، توصل مجموعة من المعلمين في التربة إلى فكرة تأسيس اتحاد كيان نقابي مستقل تحت مسمى النقابة المهنية التربوية، ويهدف هذا الكيان إلى تعزيز حقوق المعلمين. الكيان الجديد المزمع إن شاءه ما يسمى بالنقابة المهنية لتربوية تعز، هو عبارة عن فكرة، نتمنى أن تظهر إلى النور كان الاحتياج لها بسبب أن النقابات السابقة والتي ترعي حقوق المعلم، نقول عنها أنها قد شاخت أو أنها قد خرجت عن مسارها. وأمام الأوضاع التي تمر بها البلد، وأمام الأضائق التي يعيشها التربويين في بلادنا وفي محافظة تعز خاصة، كان لابد من الحديث والبحث عن نقابة جديدة تتبنى همهم وهم وقضاياهم. النقابة طبعاً المزمع تشكيلها بدأت من لقان نقابية داخل المدرسة، ثم لقنا نقابية لكل مديرية، ثم لقنا نقابية للمحافظة. ومجموعة كبيرة من المديريات يريدون الانضمام الآن والعقبة التي أمامنا عقبة إقرائية. أفقر موظفي الدفولة هم الدرسين، ولا يقدم معهم أي شيء أصلاً غيره. ولذلك والراتب الآن الموجود لا يكفي، يعتبر إعاشة، ليس يعتبر راتب أو معاش على ما يقولون، ولكنه يعتبر إعاشة، والراتب حتى لنما قاش، ويفرض علينا إدارة التربية أن نحن نحضر ضروري إلى نسمو إبيس، لماذا لم يوفروا حقوقنا أولاً؟ ويعطوا مطالبنا، وتعالوا يحاسبوا نحن بأي تكسير، بأي شيء ممكن. نشأت فكرة الكيان النقابي في إطار مديريات ريف تعز، ليمثل التربويين أمام الجهات الرسمية والشعبية محلياً، وفي المحافل المتصلة عربياً وإقليمياً. وتم تشكيل لجنة تحضيرية على مستوى المحافظة حسب القانون اليمني، الذي ينص على حرية تشكيل النقابات الأكاديمية وتعددها لإمكانية المطالبة بحقوق المعلمين، في ظل أوضاع صعبة يعيشها الكثير منهم. تأسيس الكيان النقابي، نظراً لما وصل إليه وضع حال المعلم من ضياء الحقوق، حقوقه والتقصير من قبل الدولة، وعدم صرف المستحقات القانونية، فقمنا بفكرة إنشاء اتحاد لكيان النقابي مستقل بعيداً عن الحزبية. هدفه الأساسي هو مطالب حقوق المعلمين. مطالبي، أولاً كادر وظيفي قديد يتناسب مع سعر العملة الأقنبية، ثانياً توفير ضمان صحي بنسبة 10% من الراتب الأساسي للمعلم ومن يعول، ثلاثة، إدراك بدل مخاطر فقد أصبحنا مصابين بأمراض مزمنة ولا نستطيع شراء علاقاتها، أربعة، إعادة كرامة المعلم من نظرة المجتمع الدونية له، خمسة، مراقبة السوق بالغلاء الفاحش الذي يقتل المواطن والموظف، والموظف أو المدرش بالذات أصبح أفخر شريحة من شرائح المجتمع. لا يزال الكيان النقابي للمعلمين في انتظار خروج التصريح له بشكل رسمي وإشهاره، آملاً في مضمونه إمكانية تنفيذ مطالب المعلم اليمني، من علاوات سنوية وترفيعات وإدراج الضمان الصحي وبدل المخاطر وغيرها، في ظل غلاء المعيشة وتدهور العملية التعليمية، ولابد من تعزيز وتكاتف الجهود لنجاح العملية التعليمية، والذي لا يتم إلا بمنح المعلمين حقوقهم وحصولهم على حياة أفضل.